أنباء جيدة هذه المرة من محافظة الجوف فقد تمكنت قوات الجيش الوطني ومقاتلون قباليون من استعادة سوق اليتمى في مديرية خبوة شعف إن كسر المد الميليشيوي عند هذه المنطقة الواقعة على الخط الدولي الموصل إلى الحدود مع المملكة والذي يشكل مركزاً تجارياً مهماً في كبرى مديريات محافظة الجوف الجيش الوطني في أحدث بياناته أوضح أن قواته شنت هجوماً معاكساً بعد أن صدت هجوماً لميليشيا الحوثي كانت قد سيطرت خلاله على سوق اليتمى ومواقع أخرى في محيط هذا السوق وتمكنت قوات الجيش بإسناد قبري من استعادة اليتمى بشكل كامل وواصلت التقدم من وحمرين غرب وجنوب المنطقة الطيران السعودي نفذ في موازات المعارك الميدانية عدة غارات استهدف من خلالها مواقع وعرابات عسكرية تابعة للميليشيا في مناطق متفرقة من مديرية خبوة شعف مكن قوات الجيش من مواصلة تقدمها غرباً فاستعادت السيطرة على جبل السليلة ووادي المهاشمة بالإضافة إلى مواقع مهمة جنوب اليتمى حصيلة المعركة وفقاً للجيش الوطني تمثلت في خسارة فادحة منيت بها الميليشيا على مستوى الأفراد والعتاد العسكري كما وقع في أيدي الجيش الوطني عدد من أسر الميليشيا نتيجة الانسحاب العشوائي لمقاتليها في مناطق يجهل معظمهم تضاريسها وعلى الفور عمت البهجة منطقة اليتمى واحتفلت قوات الجيش والمقاتلون الذين شاركوا في تحرير السوق التجاري المهم في خبوة شعف وأطلقت خلال الاحتفال الأعيرة النارية في الهواء احتفاءاً بهذا النصر يستميت الحوثيون على ما يبدو في استعادة مديرية خبو الشعف بالنظر إلى أهميتها كمنطقة حدودية أمر دفع بقوات الجيش الوطني إلى خوض معارك شريسة حظيت خلالها بإسناد الطيران السعودي الذي افتقدته هذه القوات في الجبهة الجنوبية الغربية للجوف ومن ضمنها الحزب والغيل ومن قبلها جبهة نهم إلى الشرق من صنعاء ما مكن الحوثيين من السيطرة على الطريق الرئيس الرابط بين مارب والجوف وفتح المجال أمام تقدم محتمل باتجاه مارب بهجة النصر في اليتم تلقي الضوء على حقيقة ما يجري في محافظة الجوف وعما إذا كان الجيش قد حصل على الدعم الكافي لتحرير كامل المحافظة التي يفترض أنها إحدى الطرق القصيرة التي تقود إلى معقل الحوثيين في صنعاء